أنا ما أدري تجوز لأني فائر هلأني ما علي حدا بقى ما في إلا أجي عجليني هوني إذا منلتقى بأصدقاء بحدهم نعود معهم بهذه الكلمات يختصر العام أطوان ابن الثلاثة والثمانين عاما قصته مع حديقة اليسعية أو حديقة الملتقى كل أصحابنا هوني نحن نلتقى كل يوم هوني نقعد قبل الظهور وبعد الظهور لتساعة ستة من في العبيوتنا بعدين كل يوم بمرق أنا زعبتي هلأ بتجي أنه منتزلة منعود شوية ومنروح بينما تنشط الجهات المعنية للبدء بمشروع إنشاء مرآب للسيارات تحت الحديقة بدأ المجتمع المدني في المقابل بإجراء الدراسات لتثبيت وجهة نظره التي تقضي بوقف المشروع بدأوا بتوجيه كتاب إلى بلدية بيروت يدعوها لإلغاء مخططها واستكملوا هذه الخطوة بدراسة لزحمة السير التي سيسببها الموقف بديك الظهري أنت 200 سيارة خلينا نقول بالبيك تايم على ثلاث مرات أقل له بالنهار على طريق بخط واحد عملنا نحن حساب صغير سيميليشن صغير طلعت إنه بدأ تاخذ من الساعة وعشر دقائق للساعة ونص لأنه بديك تضيفي على الميتين سيارة اللي بتطلع من الباركينج الميت سيارة اللي هي عادة تبرم بهيدا الشارع وبالنسبة للناشطين في المجتمع المدني البديل وجاهز هاي دي جنيني في عنا أرض هون صب شارل ميلي وعنا أرض هون صب شارع الرمال وحتى المستشفى الجعي تاوي عم بيعمل موقف لألف شخص هونه كمان في عنا أرض هون وفي عنا كمان أراضي بتتحول هون وهون كل الجمعيات المدافعة عن حديقة اليسوعية تؤكد عدم الاستسلام والدليل التحرك المنوي إجراؤه في 26 تموز لم تتوضح تفاصيله بعد لكن الأكيد أن شعاره هو مصلحة الناس